السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم الحبابي النهاردة في قناتي النهاردة باذن الله الفيديو بتاعنا مختلف خالص. اه النهاردة اه طبعا انا صورت لكم البط كله اللي طلع اللي في المرحلة الاولى واللي في المرحلة التانية. ازاي بقى اه طريقة العلف بتاعه عاملة ازاي وازاي بنعلفه من اول الفقس الحاد الدمح. طبعا همشي معاكوا واحدة واحدة من البداية خالص اهوت. انتوا عارفين ان فيه كان فيه بط طلع من اه من اربعة هيام اللي هما التمان بطات الوقتي بقى معاملين ازاي بقى لهم الوقت اربعة هيام الوقت هنشوفهم عاملين ازاي واللي طلع امبارح بقى عامل ازاي عن ما شاء الله. انا اقولت لكم من البداية خالص انا بجيب العلف اللي هو الخشن العلف الكبير. آآ بكسر نص التكسيرة كده وبحطه له بيأكل منه ما بحطش العلف السمسم خالص. آآ طبعا دوت يا جماعة عوز اقول لكم ان هو بيدي نتيجة هيلة جدا. يعني آآ اليوم بيبين معاك وبتلات ايام ما شاء الله. آآ هقول لكم الفرق واضح دلوقتي شايفين البطة الزغيرة اللي انا كنت مسكهاها دلوقتي. شايفين بقى دي شوفها عاملة ازاي يعني ما شاء الله آآ اللي يشوفها طبعا يقول عمره اسبوع او او عمره عشر ايام. شايفين عاملة ازاي? آآ ما شاء الله آآ يعني كبرت بسرعة. حجمها زادت بسرعة طبعا علشان ما اكلتهاش اللي هو العلف السمسم. لو انا اكلته علف سمسم. هتبقى آآ في الحجم بتاعها اصغر من كده. وكمان مش هترمي معايا في الوزن وكمان مش هتقبل معايا بسرعة. وده طبعا اللي طالعة مبارح دي اللي هو فيديو بتاعي مبارح. آآ شايفين لسه صغيرة آآ كمان يومين بازن الله هتبقى زي البط دوت يعني حاجة كده جميلة ما شاء الله آآ شايفين كمان البط المسكوف الخليط شايفين عامل ازاي? دي طبعا طالعة برضو مبارح. هوريكو كمان آآ اللي طالعة من اربعة ايام برضو وشكلها عامل ازاي. شايفين دي عامل ازاي؟ يعني الفرق واضح يا جماعة جدا جدا دي عمر اربعة ايام والتاني عمر يوم. يعني ما شاء الله جميلة. شايفين الفرق؟ شايفين هم الاتنين وقفين جانب بعض اهمة الزغيرة وراء واللي آآ شايفين? دي الزغيار اللي طالعة بارح ورايكو كبيرة اللي بقى لها أربعة تيام. شايفين الفرق اعمل ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا جدا ما اكلتمش علف سمسم خالص كل اللي انا حطيته علف اللي هو الخشن كسرته شوية ودوته لهم وبياكلوا منه عادي وكمان المية ما باسبش المية على طول عندهم آآ وده هو طبعا اللي هو البطل البلدي شايفين اعمل ازاي برضو في منه اللي هي الاربعة ايام الكبيرة والتانية الزغيرة دي شايفين المية بحطها لهم ما بحطش مية كتير بحط لهم آآ في السقاية بتاعت المية ما يزيدش عن تلات عن تلاتة سنط او اربعة سنتي زي ما اتوا شايفين في السقاية كده على قد بس الشرب وبقومش هيله تاني يعني ما بكطرش المية عندهم علشان خطر طبعا ما يبلبلوش يعني ما يبلوش نفسهم وفي نفس الوقت يعني ما يعيوش منه كده او يتعبهم يعني حاجة كده آآ جميلة ما شاء الله ان انت تحافظ على البطل لازم اهم حاجة اول حاجة تعمليها النظافة آآ حتة القماشة اللي حطها له او آآ آآ القاش او الحتة اللي انت حطها فيها لازم تكون نظيفة طول ما انت منضفه له هتلاقي في آآ طول ما انت منضفه للبطة هتلاقي في آآ البطة عندك بيكبر وبيزيد طبعا الحاجات دي بتبقى عاوزة نظافة على طول آآ ما تشبيش تحت منه مبلول آآ حافظ عليه الكالية على طول وحط له ميته آآ بس طبعا عاوزك ان انت اتخذي بالك المية ما تتبهاش عنده باستمرار عشان خاطر طبعا عاوزة تحط له مية حطه له حاجة مقفورة زي سقاية او كده عشان طبعا ما يبهددش نفسه بالمية ويرجع يجي له برد آآ او يموت منك زي ما انتو شايفين كده يا جماعة يعني سهل جدا ما فيش في اي حاجة هي اهم حاجة النظافة وعايز اقول لكم كمان ان انا ما بديتهوش اي تحصين او بديته اي حاجة خالص آآ من اول يوم فأس الحد دلوقتي ما فيش اي تحصين ولا بديته اي حاجة خالص غير شوية المية بالسكر بتوع اول يوم وكمان آآ العلف الخشن اللي انا كسرته لهم وصبته لهم عشان يوكلوا منه اكتر من كده انا ما عملتش معاهم خالص 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 آآ عاوزة اقول لكم بقى اللي استفاد من الفيديو يا ري تعمل اللي لايك بتنسيش تشترك في القناة آآ واتفع على زر الجرس عشان يوصل لكل جديد من القناة